طيب الأمر يدعو إلى كمان السؤال عن فضل يوم عرفة يعني والفرق بين وبين ليلة القدر التي هي أفضل الليالي هل عرفة هو أفضل الأيام إذا كانت ليلة القدر هي أفضل الليالي فضل الدكتور سيد يعني يكفي حضرتك أن العلماء حكوا خلافا وإن لم يكن يعني من وراء الخلاف يعني احنا مش هنرجح أنه الأفضل أيام العشر الأول من زي الحجة أم الليالي العشر الأخيرة من رمضان فقال الأئمة لو لم يكن في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر لكان العشر الأول من زي الحجة خير أيام الدنيا على الإطلاق لو لأن ليلة القدر فيها فليلة القدر خارجة من الحساب عظيم لأنها ليلة الحظوة لها خصوصية ليلة الأنس ليلة الاتصال اتصال السماء بالأرض ليلة ختم الوحي الشريف ليلة أوحي فيها إلى نبينا عليه الصلاة والسلام هذا ومع جلال يوم عرفة أي نهار يوم عرفة المبارك هذا النهار الذي هو يوم عرفة أفضل أيام العام والعمر على الإطلاق لذلك الله سبحانه وتعالى في أحد أقوال المفسرين أقسم به ولا يقسم الله تعالى إلا بجليل ولا يقسم إلا بعظيم سبحانه وتعالى العبد لا يقسم إلا باسمه جل جلال أو بصفة من صفاته عز وجل لكن لا يقسم الله لعباده تنبيا إلا على ما هو جليل قال والضحى قال والفجر قال والعصر جل جلاله لعمرك وحياتك يا محمد صلى الله عليه وسلم فالقرآن بيعطينا انطباعات عن ذلك إنه هذه الأيمن والأقسم إليه على جليل فلما يقسم ربنا بالفجر قال وليال عشر قال والشفع والوتر فالشفع عند علمائنا يوم النحر عند أحد قولي أهل التفسير والوتر أي يوم عرفة ثانيا أقسم الله تعالى به على أنه اليوم المشهود فهو يوم وتر ويوم مشهود في سورة البروج افتتح الله سبحانه وتعالى أيضا مقسما سبحانه وتعالى معظما جل جلاله لبعض خلقه والسماء ذات البروج واليوم الموعود أي يوم القيامة وشاهد أي يوم الجمعة ومشهود أي يوم عرفة فهو يوم مشهود يتجلى في هذا اليوم شيء عظيم عجيب أنا من وجهة نظري هو من أعجب ما ألمحه في الشريعة الغراء ألا وهو ألا وهو أن نتحقق نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم المشهود بأنك بتشوف يا سيدي أجناس الأرض صحيح لغات ولهجات وألوان وأنماط فهذا يصدق حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو كان في جزيرة صغيرة بين دولتين نظاميتين دولتين الروم وفارس وسيدنا النبي يقول لا يبلغن هذا الأمر أي الدين ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر أي الحواضر والبوادي في الكون كله ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين ما تطلع الشمس ولا يطلع القمر على بيت في مدر ولا وبر إلا وفيه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبلغن الله ولا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل وان قال بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر وبالتالي هل صحى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من يوم أكثر بأن يعتق الله فيه يعني عبادا أو رقبا من النار كيوم عرفة كيوم عرفة طبعا هو يوم مشهود وطبيعة اليوم المشهود الحنين إليه لأنه في أحد أقوال أهل السير والتواريخ أنه خلق الله آدم بقبضة من تراب أو طين قلم من بطن عرفة فحنين أهل الفطر السوية وأهل النيات المستقيمة إلى هذا الموضع وإلى هذا اليوم لأنه داء يومك الأول مردك الأول إلى إن هذا اليوم هو الذي أنشأ الله تعالى فيه آدم عليه السلام وقبض من هذا البطن لبطن عرفة فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليه فيحن العبد إلى هذا الموضع حنينه إلى هذا الموضع يتجلى الله سبحانه وتعالى عليه بالرحمة وتجلى عليه بالسكينة وتجلى عليه بالرضا لأنه المطلوب الأوحد من العبد هو أن يعرف أنه عبد وأن لهذا الكون إله مدبر له سبحانه وتعالى التدبير بأنه له ما سكن في الليل والنهار وما يحل فيهما من زمانيات ومكانيات ترجمة نانسي قنقر